بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب صلاة العيدين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمارات وترا وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه ويذهب من طريق ويرجع من آخر فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة والتكبير المقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين